اشتركوا في القناة كتنوية السابقة انا ذكرتلكم ان موضوع لف المحركات سواء 1 فاز و 3 فاز متشابه الى حد كبير فالقوانين تقريبا هي نفسها باختلاف بسيط جدا فاللي فهم موضوع الواحد فاز او لف المحركات واحد فاز او حديث الطور فالموضوع هذا سهل جدا عليه طيب قبل ما نشوف القوانين واحد واحد ونحفظهم بدنا نشوف مثال نستخدم القوانين من خلال هذا المثال حتى نفهمهم يكون اسهل اكيد طيب فالمثال بحكي لأرسم رسما دائريا لملفات لعضو الساكل المحرك كهربائي ثلاثية طور عدد مجاري 24 مجرى وعدد اقطابه 4 اقطاب ملفوف بطبقة واحدة علما بأن عدد مجموعات سوى عدد الاقطاب طيب الجملة اللي باللون الاحمر هاي طبقة واحدة شو استفدنا منها لا نحن نعرف ان الماتور مكون من اياش او القلب المعدني مكون من اياش مكون من مجاري بالشكل فاذا عندي ماتور ملفوف بطبقة واحدة معناته كل المجرى يوضع فيه اياش طرف واحد من الملفات مثل ما بنعرف انه اياش الملف له كم طرف هذا ملف له طرف منهم طرف منهم تمام اذا الملف الواحد بده اياش مجرايين معناته لما يكون الماتور بس طبقة واحدة يعني اياش يعني فيه طرف من الملف واحد بس كل مجرى اذا ال 24 مجرى كم ملف بيو ساوي اكيد 12 تمام سهل جدا فلما حكي لي الماتور طبقة واحدة خلاص انا عرفت اياش عدد الملفات الكلية نص عدد المجاري طب اذا حكي لي طبقتين معناته عدد الملفات الكلية بساوي عدد المجاري كلهم يعني اذا كان طبقتين معناته كم بحكي لي عدد المجاري 24 معناته عندي 24 ملف كلية طيب طيب بما انو انخبقي لي لا طبقة واحدة فعدد الملفات الكلية نص عدد المجاري نص عدد المجاري تساوي نص عدد المجاري سعين اول شي قانون 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 نبدأ فيهم واحد واحد كل خطوط اللف القطبية نسألت القانون الاول خطوط اللف القطبية خطوط اللف القطبية تساوي عدد المجاري على هم؟ الاقطاب على عدد الأقطاب على نظات التطبيق في مباشر عدد المجاري ٢٤ كم؟ ٥ فهذا كله كم يساوي لي؟ أكيد شوه 6 تمام؟ إذا الخطوة تلاف كم تساوي؟ 6 هاي حليت أو مشيت على الخطوة الأولى خلصت من رأي الخطوة الثانية عدد الملفات لكل طور سهلة جدا عدد الملفات الكلية على عدد الأطوار عدد الملفات الكلية هون كم؟ 12 على عدد الأطوار 3 إذا 12 على 3 تعويض مباشر بالقانون 12 على 3 12 على 3 كم طلعت ما؟ 4 إذا شوه يعني كل طور له 4 إيش؟ 4 ملفات تمام يعني كل فاز سيأخذ 4 ملفات أوكي؟ طيب نشوف اللي بعده نسخها إذا ما أرغب نكتبها تمام الخطوة الثالثة عدد الملفات لكل مجموعة يعني أنا عندي 4 مجموعة صح؟ طب كم ملف أعطيها؟ كم ملف أحط بالمجموعة الواحدة؟ قانون مش من عندك ما في شيء من عندي عدد ملفات كل طور كم طلعت ماي قبل شوي؟ الخطوة السابقة طلعت ماي كم؟ 4 فلنعوه مباشرة 4 تمام؟ 4 على كم؟ على عدد الأقطاب كم عدد الأقطاب هون؟ أيضا 4 خلص إذا أعطي كل مجموعة ملف واحد بس كل مجموعة بالفازات ملف واحد طيب نكون ماشينا على ثلاث خطوة الخطوة الرابعة تحديد بداية الأطوار يعني إذا حطيت الفاز الأول بمجر رقم واحد يعني حطيت الفاز الأول هون بلشت فيه تمام؟ كان المجر رقم واحد هذا U1 بلش فيه فاز رقم واحد وين من بلش بالفاز الثاني؟ يعني أنا سمينا الفازات U1 إذا تتذكروا V1 و W1 طيب المسافة بين V و W عفوا بين V و U وبين W و V كم ستكون؟ محصوبة أكيد مش من عندي إذا تتذكروا هذا القانون هو اللي يختلف عن قانون بالواحد فاز كان عندي إيش المسافة بين ملفات البدء والتشغيل هم في عندي بدء فخلص ملفات للتشغيل لكل فاز ملف لكل فاز تمام؟ بس بدنا نحدد بداية الأطوال بين كل واحد والثاني من قسم أو تنقسم هاي الخطوة لقسمين أوكي؟ نحصب شغلهم بعدين منكمل إذا بنحصب الزاوية الكهربائية على القانون 180 B M إذا بتتذكر 180 B عدد الأقطاب M اللي هي عدد المجاري تمام؟ 180 B M طيب تطبيق مباشر 180 B M طرب عدد الأقطاب 4 على عدد المجاري كام 24 صح؟ تمام نكبرها شغل هلو طيب 180 في 4 على 24 نحسبها إذا بنحسبها ونطلحها احنا بنكون نطلع نشوف الزاوية الكهربائية للمجرى هاي للمجرى للمجرى أوكي 180 ضرب 4 على 24 خلينا نحسبها إذا نطلع نشوف 30 30 30 شو درجة أكيد 30 درجة أوكي هم تكون طلعنا شو الزاوية الكهربائية للمجرى 30 طيب بعد ما نطلع الثلاثين هاي بدنا نكمل ما طلعنا لسه المسافة المسافة شو بتساوي 120 على الزاوية اللي طلعناها إذا ذاكرين بالواحد فاز كان عندي المسافة بين البدء والتشغيل صح منطلع الزاوية من نفس القانون بعدها كشو المسافة بين بداية ملفات البدء والتشغيل كان عندي هون بس اختلاف بسيط هون مكتوب عندي أو بالقانون عندي كم؟ بس هون شو 120 إذا 120 على الثلاثين اللي طلعت معي أوكي تعويض مباشر 120 على 30 تساوي أربعة شو يعني؟ يعني بين كل فاز والثاني في عندك أربعة طيب كيف نحسبها؟ دعونا نحسبها هون تمام؟ إذا U1 كانت بالمجرى الرقم واحد إذا V1 بالمجرى الرقم الواحد هذا من نزل مثل ما هو واحد زادياش أربعة Іذا بالمجرى الرقم 5 منبلش بالفاز الثاني اوكي ما بالنسبة له W1 مننزل الخمسة ها هون تمام؟ فخمسة زائد شو الشو الاربع اللي طلعت معي فهذا شو سيساويلي تسعة اذا الفاز الثالث رح يبلغ شوين بتسعة فاز الاول بواحد فاز الثاني بخمسة اوكي طيب الان توزيع الاطوار توزيع كل طور كل طور من الاطوار الثلاث طيب اول شي احنا منعرف انه عندنا اربع مجموعات اوكي كل مجموعة فيها ملف واحد وخطوة اللف ستة اذا الملف الاول رح يكون من واحد لستة هاي المجموع الاولى من الفاز الاول من واحد لستة اوكي بعدين من سبعة لاثمعاش هاي المجموع الثاني المجموع الثالثة من ثلاثة لثمنتعاش اكيد خطوة لفل الساتة شو ستة والمجموع الاخيرة المجموع الرابع من تسعة عشر لاربع وشين هم نكون شو نزلنا ملفات الطور ايش ملفات الطور الاول طيب ملفات الطور الثاني تمام من وين منبلش فيه احنا حسبنا من وين منبلش من خمسة اذا من الرؤى خمسة منزل الطرف الاول ومنعد شو ستة تمام خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اذا شو هاي خطوة اللف ستة من خمسة لعشرة اوكي طيب بعدين من 11 ل 16 هاي المجموع الثاني والثالث والرابع وهكذا بالنسبة للثالث ومنبلش بيب بن ايش بالمجرى رقم تسعة منعد ستة تسعة عشرة داشة تنعش ترتاش 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 اربعة عش هاي اول مجموع الثاني بس منزيد واحد بعد ال 14 من 15 منعد ستة برضو وهكذا إذن هذا هو توزيع الأطوار كلهم بالرسم مباشرة يعني بالرسم سهل جدا لكل مجموعة إذا شايفينه خلينا ننقلها طبعا رح أعملكم هذا الملف هذا حمله PDF وعمله وحط لكم رابطه بالوصف إن شاء الله طيب خلينا نشوف الآن بالرسم شو عملنا بس هي سهلة وأكيد عارفينها وللتأكيد طيب هاي ملفات الفاز الأول تمام فاز U1 لحد U2 طيب نشوف ليش وصلناه بالشكل هذا نبدأي نحطينا بداية الفاز بواحد لف ثاني لحد ستة خطوة اللف هذا أول ملف ملف الثاني نفس الطريقة لسه ما وصلتم مع بعض بس بحط ملفات أوكي والثالث والرابع أوكي طيب الآن عدد الأقطاب كم؟ عدد الأقطاب أربعة إذن عدد الأقطاب مساوي لعدد المجموعة معناته شو؟ نهاية مع نهاية البداية هاي ما اختلف نخلص U1 أوكي U1 معناته نهاية الملف الأول بد يكون مع نهاية الملف التالي له هاي والبداية مع البداية تمام؟ لأن عدد المجموعة بساوي عدد أقطاب فبداية هذا الملف مع بداية البعدية ونهاية هذا أكيد مع النهاية شو بصفي عندي؟ بصفي عندي طرف لحاله هذا هون اللي هو شو؟ U2 هم نزلنا كل ملفات الفاز الأول وعدد الأقطاب مساوي لعدد المجموعات الأربعة عدد الأقطاب مساوي لعدد المجموعات الأربعة تمام؟ بنفس الطريقة للفاز الثاني والثالث طيب لهم نكون خلصنا الجزء الأول من قواعد لف المحركات ثلاثية الطر راح أعمل لكم مثل ما حكيت لكم هذا الملف PDF وحط لكم رابط بالوصف إن شابت على تمام؟ نشوف كل شابت بالجزء الثاني من قواعد اللف بعد ذلك نشوف موضوع الأقطار المكاثر اللي هو الموضوع الأخير بالوحيد إن شاء الله أعطيكم العافية